لم يكن الهدف من التئام لجنة الدفاع يوم الخميس محاسبة الجيش اللبناني على معركته ضد الأسير وجماعته تقول قوى 14 أذار ولكن على العكس تماما الجيش تعرض لاعتداء ونحن معه ولكن هذا لا يبرر أن لا نسأل عن دور حزب الله في معركة عبرة ونحن لا نقبل أن يستغل الحزب غطاء الجيش فنحن يقول النائب أحمد فتفت مع الجيش لآخر درجة ويكشف بعضا مما جاء في الجلسة لكن اللي صار مبارح أنه قوى 8 أدار كان الحزب الله بالدرجة الأولى ولكن أيضا حركة أمال وطن الوطن الحر كان عندهم هم واحد يمنع وزير الدفاع وجيش يحكوا أي شيء أو يردوا على أي سؤال لأنه أعتقد فيه تورط من حزب الله واضح بالمعركة وكما عرضوا أفلام نعم عرضت أفلام بتبين اللي كنا بنعرفوا أنه جيش تعرض لاعتداء واللي إلا أنه جيش تعرض لاعتداء ولكن الممارسات اللي صارت بعدها من جهة حزب الله بمدخله بالمعركة وفي بعض المؤشرات العسكرية حتى وجودوا على الحواجز بربطات الصفر اللي حتى نعرض بالمراجية شهادات المواطنين اللي تم اقتحام بيوتهم وترضم من بيوتهم وتكسير بيوتهم من قبل ناس مش جنود بالجيش اللبناني مش نحاول نمنع مثل ما عمل نبارح نواف الموسى ويحاول يمنع ضباط الجيش وزير الدفاع أنه يحكوا أو المسرحية اللي عملها أحد نواب علي عمار فتفة الذي شبه ما حصل بسبع أيار لناحية تدخل حزب الله واقتحامه بعض المنازل وأطلاق النار يقول إن بحوزة فريقه أفلاماً ووثائقاً تثبت تورط الحزب سيقدمونها الأسبوع المقبل خلال اجتماع اللجنة ويفنت فتفة المعطيات التي يملكها بالأسلحة اللي استعملت أنا أعطيت معلومة يعني بالطريط أعطيها لأن الجيش قالنا أنه استعمل مدفعية 120 ضد عبره وأنا الحقيقة للأسف المعلومات اللي عندي من قيادة الجيش من قائد جيش قال لي لقلي شخصياً أنه بمخازنه ما طلع ولا قذيفة مدفعية فكان في سؤال أنا وجهته أنه طيب مين لك أن استعمل هالمدفعية هذا ليه أنه حزب الله تدخل إضافة إلى بذكر أنه أحد نواب حزب الله سيد حسن فضل الله قال أنه حزب الله تدخل ضمن حدود دفاع النفع إذا تدخل أعلن حزب الله أكثر من مرة أنه في ناس تشهدوا بدفاع الجيش بعبره فإذا تدخل كان فيه مراكز بالشقاء وشاركت بالقتال وقت الناس تدخلوا بدي أذكر بهذه المعركة شيخ سعد الحريري وكل الناس وقفت مع الجيش بينما بدي أذكر أنه بمعركة نهر البارد سيد حسن نصر الله حتخط أحمر ممنوع الدخول على المخيم للجيش فمش نحن لعن نقف بش الجيش تاريخياً معروف من قتل سامر حنة من اعتدع الجيش بمرمخايد ولم يشأ الرد على نفي وزير الدفاع بشأن مشاركة الحزب بالقول هو يعلم أن الحزب تدخل ولكنه يتكلم بالسياسة